سلام عليكم ورحمة الله معكو حسن حمدي من CEO و edge studio لو انت بتدور على كورس motion graphic من ال Rh، نهاية فده الكورس ده leak انت الكورس ده لو انت منتعلم على after effectieWallocaux و محتاج الخطوات الأولينية علشان تتطلع فيديو motion grafic فالكورس ده leak النقاط الي هنتكلم عليها في الكورس هنا نتعرف في البداية إزاي ان انت تعمل خطة عمل لفيديوstal fot Crea mushroom بيني خطوات الثلاثة بعدين هنتكلم على كل خطوة بالتفصيل من ضمن الخطوات الثلاثة دول وبعدين هنتكلم طبعا داخل كل واحدة ازاي ان انت ممكن تكتب سكريبت ويهو السكريبت ولازمته واهميته في الموشن جرافيك وكمان الستوري بارد وازاي ان انت تحول السكريبت بتاعك الى ستوري بارد والستوري بارد دي طبعا في النهاية هتحولها الى ملف او فيديو موشن جرافيك بعدين هنتكلم على الطريقة اللي انت متبعة يعني ان انت تستخدمها في عمل الستوري بارد زي رقم المشهد ورقم الشوت وازاي ان انت تطلع لو عندك سكريبت زي ان انت ممكن تطلع منه المعلومات اللي هتفيدك داخل الموشن جرافيك زي مثلا الهدف من الفيديو وجمهور المستهدف وهكذا طبعا دي نقاط اساسية المفروض ان انت بتعدي بيها قبل ما انت تعمل الفيديو بتاع الموشن جرافيك بعدين هندخل على اللستوري تور وهنتعامل مع الكيرفيس الخاصة به اللستوري تور وهنركز الكلام على البين تول والشغل على الكيرفيس والأنكر بوينتز طبعا علشان اللستوري تور من ضمن البرامج اللي هي رتابة ادوبي وطبعا متوافقة جدا مع الافتر افكتس بعدين هنتكلم على التول اللي اسمها shape builder وازاي ان انت ممكن تستخدمها علشان تطلع اشكال نقدر نول عليها مختلفة باستخدام ال shape builder ان هي هتساعدك بعد كده هنتكلم على تكرار او نسخ الاشكال زي ما شايفين كده في المسال اللي قدامكم علشان طبعا الاشكال دي ممكن ان انا حركها في الافتر افكتس كمان هنتكلم على الفرق ما بين ملفات الفيكتور اللي هو AI EBS و SVG و ايه المميزات بتاعت كل واحد منهم بعدين هنتكلم على ازاي ان انت تجهز الملف بتاع الاسمتر افكتس لفوتشوب و لما تجي تنزله من على الانترنت و ازاي ان انت تفكر الليارات عشان تبقى موجودة على الافتر افكتس بعد كده هندخل على الاساسيات بتاعت الافتر افكتس و هنتكلم عليها الكمبوزيشنز اللي هي موجودة في الافتر افكتس و ازاي بيتم التعامل معها و هنفتح على طول الافتر افكتس و نشوف المقاسات بتاعت الفيديو و ازاي تختار المقاس اللي هينسبك في الشغل بتاعك في الموشن جرافيك بعد كده هنبتدي نضيف ملف اللي احنا كنا مع ضيفينه اللي كنا شغالين عليه و هنتعامل معه ازاي ان انا ممكن اضيفه كفوتش او ككمبوزيشن و نعمل منه انميشن بسيط بعد كده هنتكلم عليها الشيبس اللي هي الموجودة داخل الافتر افكتس و ازاي ان انت ممكن تستفاد من الشيبس دي و تعمل بها اشكال كتير خالص بشكل احترافي و هنتكلم كمان عن الراف ادوتور و ده مهم جدا ان انت ممكن تعمل نفس الانميشن بس بشكل مختلف هنتعرف عليه و نتعرف عليه و نتعرف عليه الازي ايز و الاز ان و الاز اوت و ازاي ان انت ممكن تتعامل و تطلع اناميشن مختلفة باستخدام الموشن ادوتور بعد كده هنتكلم على ازاي ان انت تجمع مجموعة الشيبس او ان انت تضيف كوبوذيشن مع بعض و كمان هنتكلم على الواقع داخل الافتر افكتس و ازاي ان انك ممكن تستفاد منها و ازاي تعمل منها تأثيرات بعد كده باستخدام الماسك هنتكلم على التكست داخل الافتر افكتس و ازاي انك ممكن تعمل تكست بالشكل ده طبعاً ما ننساش اللي هو الkey light CC key light والchroma key اللي انت ممكن انت لو فيه اي صورة عندك تقدر فيها خلفية خاضر تقدر انت تشيلها وهنتكلم على الالفا مات والفرق ما بين الالفا مات والمسك داخل الافتر افكتز بعد كده هنتكلم على البابي التول وازاي ان انت ممكن البابي التول دي تستخدمها في عمل animation لمسلاً كراكتر معين وازاي ان انت ممكن تستفاد من البابي التول دي ان انت تضيفها في الاضافة برضو اللي احنا نتكلم عليها اللي اسمها doig basel قبل ما هناخد doig basel هنبتدي نزبط الشخصية برضو على illustrator والاجزاء بتاعت الشخصية وازاي ان اقطع الشخصية لو انا عايز احركها باستخدام الافتر افكتز فطبعاً هنبتدي نزبط الشخصية في الاول على illustrator وبعدين هناخد الشخصية دي بكل الملفات بتاعت اللي اسمها doig basel مش كده وبس بعد ما انا اخدها على الافتر افكتز هبتدي فيه شوية تزبيطات كده هنعملها على الليارات علشان تبقى جاهزة للحركة بعد كده هنتكلم على doig basel الاضافة بتاعت doig basel دي بتستخدم في الانيميشن هنشوف ازاي ان احنا نتعامل معها والفرق ما بين الليارات اللي بيضافها لي doig basel الليارات اللي هي الاستراكتشار والكنترولز والبونز وازاي ان انا ممكن اربط الاسكليتون او الهيكل العظم اللي بتدهوني doig basel بالشخصية وكمان ازاي ان انا اضيف الاربط ما بين الباب التول والشخصية بتاعتي كمان هنعمل حركة بسيطة كده باستخدام doig basel اللي هو walk cycle زي ما احنا شايفين بعد كده هنتكلم على الليارات 3D ومدام هنتكلم على 3D هنتكلم على الكاميرات والرول بتاع الكاميرا وحركة الكاميرا داخل المشهد بتاعك مدام هنتكلم على الكاميرا يبقى اكيد هنتكلم على الاضاءة داخل after effect وازاي ان انت ممكن تضيف بعض تالت واشكال وستايل الجديد في الشخصية بتاعتك بعد كده هناخد ده كله ونبتدي نطبقه هنبتدي نعمل video motion graphic هنبتدي من البداية ازاي ان انت هتحدد الفئة المستهدفة وكمان ازاي انت هتكتب الاسكريبت وطبعا اهم حاجة ان انت ازاي تتحول الاسكريبت بتاعك الى storyboard بعد كده الاسكريبت دي اللي هي المرسومة وفي عندنا تبقى حاجة كده زي الاسكريبت او زي المزامنة ما بين الاسكريبت والنص بتاعك هنبتدي نعملها في الجدول بعد كده هنتكلم على الملفات ان انا بجهزها على الاسكريتور وهشوف ازاي ان انا جهز الملفات على الاسكريتور والليارات بعد كده هاخدها على الافتر فيكتس ونشوف ازاي ان احنا ممكن هنبتدي نزبط الليارات والسين بتاعنا والمشهد بتاعنا ونخلي الليارات بتاعتنا جاهزة للحركة وهنعمل طبعا البروجيكت بتاعنا زي ما انا قلت ملف او فيديو موشن جرافيك طبعا في العديد والعديد من المهارات والمعلومات اللي موجودة في الكورس انا ما قلتش كل حاجة لو انت عايز تباني على الكورس ده اتشرف بان انا هشاركك الرحلة دي الكورس عندنا عشر ساعات سعره ب122 جنيه مصري او 75 دولار امريكي الكورس هيبقى اونلاين على قناة سري اتش ستوديو على اليوتيوب طبعا الفيديوهات بتبقى فيها في الاميل الجيميل بتاعه يعني لو انت اددني الاميل بتاع الجيميل بتاعك فانا بضيفه على الفيديوهات بتاع البرايفت ومحدش بيقدر يشوفه غير اللي انا بضيف الاميل بتاعه بس كمان الفيديوهات بتبقى محدش يقدر ان هو يحملها والفيديوهات متسجلة اونلاين تقدر انت تسمحها في اي وقت وفي اي مكان طول ما انت متصل بالانترنت لو عايز تشترك في الكورس اتصل عليه على الارقام اللي قدامك دي او تبعد الرسالة على البريد الالكتروني وفي بعنوان رسالة هتكتب كورس الموشن جرافيك او انت تبص تحت على اللينك هات الموجودة في اصف الفيديو